روسيا والصين تتحديان النايتو بمناورة عسكرية دشن الجيشان الروسي والصيني تدريبات بحرية وجوية في موحيط مدينة جانجيان جانوبي الصين واكد البلدان ان هذه الانشطة تهدف الى تعمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعكس تصميم الطرفين وقدرتهما على التصدي للتهديدات التي تضر الامن البحري والرغبة في الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم وشهدت سنوات الاخيرة تقاربا ملحوظا بين موسك وبكين التين تصفان صدقتهما بانها بلا حدود ويتقاسم الجانبان العداء للحلف الاطلسي وواكبت هذه الاجراءات الاسبوع نفسه الذي شهد انعقاد قمة النيتو في واشنطن التي اكد خلال الحلفاء دعمهم لاوكرانيا في حربها مع روسيا واعربت دول الحلف خلال القمة عن قلقها حيال العلاقات الصينية الروسية المتنامية واكتهمت الصين بتقديم مساعدة حيوية لروسيا في حربها على اوكرانيا كذلك بدأت القوات الصينية هذا الاسبوع سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة مع الجيش البيلاروسي في بريست جنوب غربي بيلاروسيا تستمر حتى منتصف يوليو الجاري بكينو تنشر في هذه المناورات جنودا على حدود حلف شمال الاطلسي على اراضي اقرب حليف لروسيا في وقت تعتبر موسكو الغرب تهديدا وجوديا لها من جهتها قالت وزارة الدفاع البولندية انها تراقب وتحلل باستمرار الوضع على الحدود وكذلك التدريبات الصينية البيلاروسية وشددت وارسو على عزمها تعزيز وجودها العسكري وانظمتها الدفاعية على حدودها وهي ضمن الحدود الشرقية للاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ترجمة نانسي قنقر